تويتا لوزارة الدخلية المصرية وزارة الدخلية المصرية قررت انها تنفي على صفحاتها الرسمية ما نشره الزميل والصديق العزيزة الأستاذ هيسام أبو خليل على الأكاون بتاعه ثم تنقلته المواقع والبرامج التلفزيونية غالبا المعارضة سواء هنا او في مكملين او في وطن والراجل نشر رسالة جاءته من داخل السجن عبر مجموعة من السجناء السياسيين اللي أغلبهم في جامعة الإخوان المسلمين وبيقولوا ان احنا جمعنا بعض وبنطالب بعملية الإفراج عننا وبنطالب ببداية تحسين أوضعنا وبنطالب كمان بالعفو وانا رايي ان الرسالة دي كان معادها زكي وكويس لانها كانت رسالة قبل مرحلة 6 أكتوبر وكان ممكن جدا جدا يحصل عملية إفراجات أو عفو بسبب انتصار أكتوبر اللي هو ده حاجة طبيعية لو الرسالة دي كانت صدر تبدر شوية وكانت تعمل عنها حالة من حلات المناقشة العامة كان ممكن تبقى قفت شوية طبعا مش هتخرج 60 ألف ممكن تخرج 200 تلتمية زيادة بس يعني أحسن مما فيش في كل الأحوال وزارة الدخلية عملت شيء غريب جدا في الحقيقة نفت الخبر وقالت انه مفيش صحة للرسالة وده موضوع تقريبا تقريبا وزارة الدخلية فيه ما عندهاش معلومات وانا اعتقد ناها عندها المعلومة بس هي مش عاجبها انها تظهر يعني قدام مثلا الرئاسة الجمهورية انها مش مسيطرة ليه لانه في البيان أو في التجذيب بيقولوا ايه لا صحة لوجود رسائل صادرة من وزارة السجون تروج لها الجامعة الإرهابية اللي هي طبعا يعني مقصود بيها في اللحظة دي جامعة الإخوان بشأن مصالحة مع الدولة من خلال الأبواق الإعلامية الموالها إيها والكلام العجيب بتاعهم ده المهم وبيقولوا كمان انه السجناء انقاروا انه فيه اي رسالة خرجت من عندهم رجعت الامر مع عدد كبير من الأصدقاء المتدخلين في هذا الشأن وعرفت انه لا الرسالة دي ما وصلتش هيسم وخليل لوحده انا بقى برد على وزارة الداخلية الرسالة دي وصلت لعدد كبير من الناس اللي موجودة بره مصر منهم وعلى رأسهم هيسم وخليل وهيسم وخليل شخصيا ما كانش عايز ينشر الرسالة وللأسف الشديد او يعني مش للأسف الشديد ولا حاجة بالعكس جات له زي يعني من داخل السجون جات له رسالة بتقول يعني احنا بعتنا لك رسالة وانت ونشرتهاش ودي بتبقى حاجة محبطة عند الناس فالرجل قال الموقف حكاها كله ونشر الرسالة الحقيقة الرسالة صحيحة وزارة الداخلية تقول زي هي عايزة ما هي عايزة الرسالة صحيحة تأكدت من اكتر من اربع مصادر انه الرسالة صحيحة صدرت وذهبت لأكتر من شخص والرسالة مش معبرة على الناس في سجن معين الرسالة معبرة على الناس في سجون مختلف الشيء الوحيد اللي محدش متأكد منه لا هيسم وخليل ولا الاخرين اللي وصلتهم نسخة من نفس الرسالة هو عدد الاشخاص او النزلاء او المساجين السياسيين اللي بتعبر عنهم الرسالة عددهم ده امر مش محدد لانه مفيش توقيع بالاسماء لكن وبما ان الشيء بالشيء يسكر وبما انه عندنا مجلس قومي حول انسان جديد وان شاء الله الدكتورة مشير خطاب ترجع من امريكا هي والسيد محمد انول السادات ليه ما يبقاش فيه كلام حول زيارات للسجون للتأكد من مثل هذه الرغبة العارمة عند اعداد ضخمة وكبيرة جدا جدا من المنتمين لجامعة الاخوة المسلمين بالمصالحة الوطمية يعني انا مش قادر افهم الوزارة عايزة تنكر الرغبة للسجناء في المصالحة مش فاهمكم مش فاهم يعني انا افهم ان الداخلية تقول احنا رفضين المصالحة افهمها دي لكن الداخلية بتقول لا ده مفيش رسالة من السجن عن المصالحة مش فاهمها مش فاهمها خلص يعني سياسيا امنيا مش فاهمها الا لو وزارة الداخلية شايفة انه الاشارة اللي اشار لها السيسي فيه اليوم بتاع اليوم بتاع منقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان شايفة انه هذه الرسالة المفروض ما تمرش لانه قد يكون بعض القيادات في الامنية في مصر ما عندهمش رغبة في وجود مصالحة لانه في استفادة من حالة استفادة استفادة يعني كلمة من حالة التمزق المجتمعي ما هو برضو لو المجتمع هادئ ولطيف والدنيا ماشية كويس وزارة الداخلية تعمل ليه يعني غير المرور والمطافي وكده لو المجتمع هادئ وفي حالة سلم عام وزارة الداخلية في الفترات دي بتطور بقى بتطور ادقها وبتعمل حاجات تكنولوجية وبتاع لكن حالة الصراع بيستفيد منها قيادات في الوزارة بالتأكيد ما عندهش شك فيها لطبيعة حالة الصراع نفسها ولطبيعة البيان نفسه البيان نفسه بيؤكد ان الوزارة مش عايزة مصلحة على الاقل المسؤولين عن هذا البيان او هذا الرد مش عايزين مصلحة وطنية شاملة مش عايزين الناس تخرج من السجون مبسوطين كده مستفيدين من الوضع بتاع ان المجتمع المصري في حالة خناءة داخلية سياسية كبيرة ومستمرة عايزينها مستمرة عايزين العركة دايرة زي ما فيه برضو في المعارضة ناس مستمرين ومن مصلحاتهم مستمرين الخناء عشان برضو بقى صريح مع نفسي قبل ما بقى مع حضراتكم فيه ناس في المعارضة مبسوطة لانهن العركة منصوبة وفيه ناس مش مبسوطة فيه ناس كتير عايزين مصلحة وطنية شاملة بس هو صالحة وطنية شاملة تشمل الجميع الجميع بلا استثناء بس ننتقل الى رد واحدة من المواطنات المصريات الاستاذة مروة زيد على بقى وزارة الدخلين على وزارة الدخلين بتقول ايه الاستاذة مروة بتقول ان تتكلم عن جوزها بشكل واضح باسمه وبصفته بتذكر اسمه رباعي ليه الاكاون بتاع بزارة الدخلية بتقوله انا ممنوعة من زيارة جوزي بقى لي سنة وعشر شهور سنة وعشر شهور زيارة ممنوعة بالمخالفة للواقع الدخلية بالمخالفة للقانون الزيارة ممنوعة عن هذا الشخص بقى لها سنة وعشر شهور مش بقول لكم في ناس مستفيدة في ناس مستفيدة من هذا التمزق الاجتماعي في ناس مرتاحة ترجمة نانسي قنقر